اشتركوا في القناة موعداً للمبارتين في خطاب رسمي أرسله أمس عبدالله بن معطوق الأمين العام للإتحاد السعودي إلى اللواء ثروة سويلم المدير التنفيذي للإتحاد النصري أوضح ثروة سويلم المدير التنفيذي للإتحاد الكرة أن مباراة الأهل والداخلية في دور السادس عشر لكأس نصر ستقام بحضور النجمهيرية وقال سويلم أنه سيتم تقصيص الفين متفرج لكل نادم والتذكر سيطبعها تحاد الكرة ويسلمها لناديين وأضاف أن كل مباراة كأس نصر حتى المباراة النهائية ستقام بحضور جمهيرية وسيتم الإعلان الأسبوع المقبل عن جدول المباراة والملاعب التي ستقام عليها شدد عماد سليمان المدير الفنير الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقصة على ثقته في إمكانيات لعبي الفريق جيداً وقدراتهم على تحقيق نتيجة إيجابية مع فريق جنريشن فورت الصنغالي لتسهين مهمة الفريق خلال مباراة العودة والتي ستقام الأربعاء الـ 21 من فبراير الجاري وأشار المدير الفني للمقصة بأنه درس الفريق جيداً من خلال مشاهدته لإحدى مبارايته بالفيديو موضحاً أن قدرات لعبي المقصة الفنية والمهارية أفضل من المنافس وهو ما يجعل الفريق قادراً على تحقيق نتيجة جيدة